اشتركوا في القناة الشح وحب المال والغضب وحب الانتقام والتكبر والمفاخرة جاء الاسلام مهذبا هذه الصفات بالامر بالصدقة التي تنتج عن الكرم والعفو الذي ينتج عن الحلم والتواضع الذي يزيد الألفة والمحبة وقد جمعت هذه الأمور كلها الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفع أتعرف على معاني الحديث ما نقصت صدقة من مال أن الله يبارك المال الذي أخرج صاحبه الصدقة منه ويدفع عنه التلف ويعوض صاحبه بالحسنات المضاعفة في الآخرة فتكون الصدقة بذلك لا تنقص المال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أن من عرف بالعفو والصفح عن الناس فإن الله يعلي منزلته في الدنيا والآخرة وما تواضع أحد لله إلا رفعه بأن يجعل له منزلة في قلوب الناس ويعلي مكانته بينهم في الدنيا والآخرة من صور التواضع هو قبول الحق وعدم رده التذلل والعبودية لله عز وجل ترك العجب خدمة النفس تقدير الآخرين واحترامهم مما يستفاد من الحديث الصدقة لا تنقص المال بل تزيد العفو والتواضع يرفع مكانة المؤمن في الدنيا والآخرة من صفات المؤمن الكرم والسخاء والحلم والعفو والتواضع وعدم الكبر وأيضا الحث على الإنفاق في أوجه الخير والإحسان وأيضا التواضع ولين الجانب سبب لنيلي محبة الناس فكر ما الآثار المترتبة على التواضع زيادة المحبة والألفة بين الناس وانتشار التعاون والاحترام فيما بينهم تعلمت أن منزلة الصدق والعفو والتواضع عند الله عز وجل عظيمة أيضا أن من صفات المؤمن الكرم والسخاء والحلم والعفو وأيضا أن العفو والتواضع يرفع مكانة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة التقويم السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة الصح أمامها الصدقة الإجابة الصحيحة هي تزيد المال أبين أثر التواضع في التعامل مع الناس قلنا زيادة المحبة والألفة بين الناس وانتشار التعاون والاحترام فيما بينهم أكمل الفراغات الآتية يرفع الله عز وجل مكانة المؤمن إذا تحلى بالعفو والتواضع في الدنيا والآخرة الكرم والسخاء والحلم والتواضع من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا ينتهي درس هذا اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين